تعال كده نحاول نرتب ونلعب مع بعض لو بنختار أهم ثلاث لعيبة في 2021 في مصر طبعاً سبقاً بقى كانوا محترفين في الدوري المصري أو العامة المصريين زي ما أنت عايز يعني فتعال نبدأ من رقم ثلاثة دائماً بتصعب عليّ حتى في الشغل بتصعب عليّ وانت عايز كده المس تزعب مني لا لا إزاي هو جيم أنا فاهم بس جيم حق دائماً بشوف بحاول يجي أو أعرب للحق فعندي رقم ثلاثة ممكن مع أنه صعب يبقى رقم ثلاثة بس هيبقى رقم ثلاثة بن شارقي بن شارقي شارقي العيب هايل كانت السوبر يعني وفارق معنات الزمالي فنص السنة الأولاني كان أقوى من النص التاجي شوية لا حديداً عشان كده بقولك هو رقم ثلاثة لأنه النص السنة كان فارق بشكل كبير جداً مع الزمالي رقم اثنين زيزو يعني نش هتصغرب لك يا زيزو هتحبه جداً زيزو لعيب هايل هايل عنده كل الإمكانيات وكيروشكس كان لازم يستفاد منه أكتر من كده بجد بأمانة يعني هو الوحيد اللي يقدر ياخد مكان في منتخب مصو بشكل أساسي يعني رقم اثنين كان زيزو رقم واحد حمدي فاتح حمدي حمدي فاتح على مدار السنة على مدار السنة أحسن لعب في مصر عشرين واحد وعشرين يستحقى بجدارة بيلعب في كل الأماكن تلاقيه في نص الملعب تلاقيه رايت تلاقيه ورا تلاقيه قدام بيعمل كل حاجة في الكورة فحمدي بالنسبة لي هو رقم واحد